اشتركوا في القناة من اخيه الرئيس برهم صالح تتعلق بموضوعات العلاقات السنائية بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكسف مع مصر على جميع المستويات في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية وفي ضوء اهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الامة العربية من جانبه اكد سيد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق والحرص على تعزيز دوره القومي العربي وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات سواء على المستوى السنائي او في اطار الية التعاون السلاسي مع المملكة الاردنية الشقيقة دعم العلاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربي المشترك وذلك في اطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وسوابط اخلاقية راسخة تهدف الى تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للجميع اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد استعراض الوضع السياسي والامني في المنطقة والتحديات في هذا الاطار حيث تم التوافق على استمرار التشاور المتبادل بين البلدين لاستعادة الامن والاستقرار كما تم التطرق الى مجمل العلاقات السنائية المشتركة بين البلدين فضلا عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وتجاري والاستثماري بالاضافة الى متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن الية التعاون السلاسي مع الاردن كما طلب السيد الرئيس في نهاية اللقاء بنقل تحياته الى شقيقه السيد برهم صالح الرئيس العراقي والسيد مصطفى القادمي رئيس الوزراء العراقي اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل ده كان تقرير عن استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لوزير الخارجية العراقي هنا في القاهرة والحقيقة هذا النشاط الرئاسي مش منفصل لو حضراتكم تاخدوا بالكو احنا بنحب دايما هنا في البرنامج ان احنا نربط الاحداث ببعضها ونصل حلقات السلسلة كده عشان يبع عندنا صورة او رؤية ونظرة بانورامية للأحداث الاهتمام المصري بالشأن العربي متزايد ومكثف هذه الفترة بشكل يدعو للانتباه وده الحقيقة اشارة جديدة تستحق عليها القيادة السياسية والاجهزة السيادية ووضع السياسة الخارجية المصرية كل تحية وتقدير الفترة اللي شهدت فراغ مصري ما بعد احداث يناير 2011 بسبب الاحداث الداخلية اللي كلنا كنا منشغلين بيها كان في فراغ مصري غصبا عننا عن الشأن العربي وهو المحيط الاهم اللي احنا فيه لكن منذ 2013 وتحديدا بعد ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في مصر وهذا الفراغ المصري اللا اراضي اللي احنا عملناه بيتم استعدته وملؤه بشكل تدريجي ومخطط ومحكم احنا كنا من يومين في الشأن اللبناني لما الرئيس السيسي استقبل سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية وطول الوقت بنشوف الشأن السوري وندعمه وطبعا لبنان انا قلت لكم تواصل مصر سواء بالمعونات والاغاثات او بالدعم السياسي للقيادة السياسية هناك والشعب اللبناني والان العراق وفي هذه الايام انتم عارفين ان مصر بتستضيف الحوار الوطني الفلسطيني اللي بيضم اكتر بين 13 فصيل فلسطيني هذه الرؤية المصرية وهذا التواجد المصري مربوط بحلقة واحدة اسمها ان مصر تستعيد يعني دعمها للوطن العربي والادارة السياسية الحكيمة للملفات العربية ودعم الاشقاء بشكل يحافظ على الاوطان العربية واستقلالها ويحافظ طبعا في الدايرة الكبيرة على الامن القومي العربي ومن هذا الدعم العربي كمان الاتصال الهاتفي اللي قام به سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لرئيس المجلس السيادي الليبي الجديد الذي يهنئه بمنصبه وبيؤكد استمرار دعم مصر المجلس الرئاسي الرئاسي في الليبي ويؤكد استمرار الدعم المصري الكامل لليبيا والشعب الليبي والحقيقة انه دعم مصر الليبي الحقيقة مش محتاجة انه نشرح لكم كتير او نتكلم في تفاصيل كتير انه حالكم متابعينه على مدار الشهور والسيدين الاخيرة بشكل مستديم وبشكل عقلاني محترم ايمانا بان الامن القومي المصري مرتبط تماما بالامن القومي الليبي وايمانا كمان بانه الواجب على الشقيقة مصر ان تدعم الشقاء في ليبيا وتدعم المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الليبية الجديدة لانه ده بداية الاستقرار الليبي المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة بداية الاستقرار والعمل بشكل سياسي سلمي بعيدا عن الصراع المسلح اللي كان هو الظاهرة العامة في ليبيا على مدار سنوات طويلة